اكد سمو الشخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل الاستمرار في تنفيذ الاولويات والبرامج التي تهيي الفرص النوعية لابناء الوطن باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يتم الارتكاز عليها في تحقيق اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء ولفت سموه الى ان تعزيز الفرص الواعدة امام ابناء البحرين اولوية يتم دائما مضاعفة الجهود لتحقيقها وبخاصة على صعيد التدريب والتوظيف والتطور الوظيفي جاء ذلك لدى ترأس سموه اليوم اجتماع مجلس ادارة صندوق العمل تمكين للربع الاول من العام الفين واربعة وعشرين والذي جرى فيه استعراض كافة النتائج التي تحققت خلال الربع الاول ضمن المبادرات الثلاث الرئيسة في دعم التوظيف وتعزيز فرص التطور الوظيفي الى جانب دعم مؤسسات القطاع الخاص وخلال الاجتماع قدمت السيدة مهى عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين عرضا لمسارات العمل في الاولويات الاستراتيجية لتمكين لعام الفين واربعة وعشرين حيث اوضحت ان نسبة انجاز الهدف المحدد للعام الفين واربعة وعشرين فيما يتعلق بدعم التوظيف وصلت الى خمسة وثلاثين في المئة اذ تم دعم اكثر من اربعة الاف وخمسمائة بحريني لدخول سوق العمل في حين تجاوز عدد الموظفين البحرينيين الذين تم دعم تطورهم الوظيفي اكثر من اربعة الاف وثلاثمائة بحريني اما فيما يتعلق بدعم المؤسسات فقد اشارت مفيز الى انه تم تقديم الدعم لأكثر من الفين وثمانمائة مؤسسة ومشروع من مختلف الاحجام والقطاعات وذلك بهدف تحقيق اهدافها في اطلاق اعمالها او عبر التوسع محليا ودوليا حيث شكلت نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خمسة وخمسين في المئة من اجمالي المؤسسات الحاصلة على الدعم وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من قصص النجاح للمؤسسات البحرينية التي استطاعت توظيف الدعم المقدم من تمكين في تطوير اعمالها وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للبحرينيين وتطوير كوادرها الوطنية من خلال زيادة اجورهم وترقيتهم الى مناصب قيادية وتنفيذية كما تضمن الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والخطط التي تصب في تعزيز النتائج الايجابية لبرامج الدعم بالتماشي مع الاولويات الاستراتيجية لتمكين للعام 2024 والمرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية هي رفع وطيرة ادماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالاضافة الى التواسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الانتاجية واستخدام التكنولوجيا بما يسهم في تعزيز الاثر الاقتصادي والنمو المستدهم